في الدكتورة علي جمعة أهلا وسهلا بحرك مرة أخرى أهلا وسهلا بك اللقاء مستمر والحديث مستمر عن الإمام العز بن عبد السلام جي مصر وكان لي مواقف في مصر زي ما حضرتك كده تفضلت من الظاهر بيبرس ومن المماليك وعمل اتصال جماهيري بأهل مصر عظيم جدا وشيء رائع جعل سلطان العلماء ولكن عطاقف عند مؤلفه أو كتابه الفتاوى المصرية قبلها كان الفتاوى الموصلية نسبة إلى الموصل هو كان في كل بلد كان له فقه معين في الإفتاء حضرتك زي ما تكلمنا في الحلقات الأولى على ما معنى التجديد وكذا إلى آخر لو كنت حضرتك متذكر ومشاهد الكريم وأن التجديد بيتكلم عن المنهجية على المعرفية على النموذج المعرفية على الموقف من التراث على إدراك الواقع فالعز بن عبد السلام كان مجددا لأنه كان مدركا للواقع إدراك الواقع نوع من أنواع التجديد لأن الواقع متغير وهذا الواقع المتغير الذي له عناصر لما أدركه هغير الفتاوى هغير التطبيق هتتغير معايا الحصول على المصالح الحصول على المقاصد وتحقيقها يبقى إذن التجديد ده هو عين الإسلام يعني الإسلام ما يمشيش ألا بالتجديد لأن الإسلام بيحقق المصالح والمقاصد ويراعي المقالات في الواقع أدام في الواقع والواقع متغير يبقى تمليه في تجديد وفي تغيير فالعز بن عبد السلام كان مدركا لهذا الشأن احنا الكلام ده على فكرة واحنا بنصوه نقول التجديد مبني على كذا وكذا 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 احنا جبناه من هنا بس بعد التأمل مش ضروري الألفاظ لكن كأنه يسير على هذا النمط فالعز بن عبد السلام هنا هو بيجدد لإدراكه الواقع وعدم تحكم المقررات السابقة في ذهنه ودي مسألة مهمة جدا في التجديد اوعى المسائل تتحكم فيك خلي المناهج هي لتتحكم فيك لكن المسائل لا تتحكم فيك تتجاوزها لأنها مسائل مرتبطة بزمنها بمكانها بأشخاصها بأحوالها فلما جه مصر أيها الفتاوة المصرية غير الفتاوة المصرية وكان عنده هذا الأمر أمر واضح جدا ولذلك فنحن نقول إن العز بن عبد السلام لإدراكه الواقع وجعله عنصرا مهما في العطاء والاجتهاد وإدراكه أن الواقع جزء لا يتجزأ من الاجتهاد كان مجددا على فكرة العز بن عبد السلام شفعي وقلف في الشفعي لكنه شيئا فشيئا وصل إلى الاجتهاد المطلق يعني إيه الاجتهاد المطلق؟ يعني بقى مجتهد بقى رأسه برأس الشفعي نفسه؟ يه بقى رأسه برأس مالك بقى رأسه برأس أبو حنيفة للدرجة دي؟ للدرجة دي أصبح مجتهدا مطلقا وبعدين هو كان ما هواش ميال قوي للتصوف لغاية ما لقى الصهر وردي فأخذ عليه الطريق وشعر أن الطريق هذا ده فعلا من الكتاب ومن السنة وأنه ده مرتبة الإحسان وأنه هو ده الطريق اللي هو الذكر والفكر ده حاجة مهمة جدا فألف كتابا صغيرا سماء زبدة التصوف زبدة التصوف ده قبل مسائل الطريقة في علم الحقيقة كذلك ألف مسائل الطريقة بعد ما التقى بأبي الحسن الشازلي